مرحبا عم يحتفي للعالم بيوم المرأة العالمي وسيطرت جميع النساء من حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي وتكرمت وتقدرت أعمالها ونضالها وتضحياتها كما أنه تصدر عالميا هاشتاغ يوم المرأة العالمي وومنز داي الترندي هاشتاغ وفي لبنان كتير كانت التحيات الموجهة للمرأة بيها النهار من قبل رجال سياسيين وفنانين وغيرهم وامتشرت صور النساء يلي محققين إنجازات ودخلوا التاريخ بوقوفهم ضد السلطات إن كان بالدفاع عن حقوقهم أو بضربة النازيون الجدد بالجزدان سنة 1985 أو المطالبة بحقوق أصحاب البشر السوداء سنة 2016 بالإضافة إلى أسماء زكريت مثل أوبرا وينفري الملكيرانيا أما العالم الدين وغيرهم كما أنه كان للصبية عهد التميمة حصة كبيرة من المعايادات والتقدير كونها بتمثل الإمرأة الأوية والجبارة بمجتمعنا اليوم وإلى سريلانكا والسلطات السريلانكية يلي حجبت السوشال ميديا بما فيه فيسبوك على خلفية هجمات وأعمال عنف ضد المسلمين وأعلنت الشركة السريلانكية عن اعتقال سبع أشخاص فيما أصيبت ثلاثة من رجال الشرطة بجروح وأشارت إلى أنه هالشي بسبب منشورات عم بتحرد على العنف ضد المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي وإخير أخبارنا من شركة سناب يلي بتملك تطبيق سناب شات يلي أخذت أرار إقالة 100 موظف من قسم الهندسة يلي بيمثله 10% من مهندسين الشركة وتعتبر هيد أكبر خطوة تسريح عمال بالشركة حتى اليوم لهم نكون صلنا لنهاية ترند يلي فيكنوا تتابعون على فيسبوك وفيكنوا تتابعوني على انستغرام وتويتر لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشال ميديا